السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين الكرام كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب اليوم بدي نحضر معكم كيك بارد بدون فرن من اسهل وقلد ما يكون بمكونات متواجدة في كل بيت الي اعجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش بارتجوه مع اصدقائكم لتعم الفائدة نشوفوا المكونات وطريقة تحضر خليت اناء ضفت لي كوبين من الحليب السائل معيار الكوب 150 ملي نضيف ملعقتين كبيرتين من السكر ممكن نضيفه اكتر السكر حسب الرغبة ملعقتين كبيرتين من النشا او ميزينة ملعقتين كبيرتين من بودرة الكاكاو نحرك المكونات جيدا على البارد هاد المرحلة مهمة جدا قبل ما نوضع الاناء على النار من بعد نوضع الاناء على نار متوسطة مع التحريق المستمر حتى يتقال الخالط من بعد نضيف مية جرام شوكولاتة سوداء في هاد الاثناء نطفيت على النار ونحرك جيدا حسب الدوب الشوكولاتة من بعد نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة الزبدة كتعطي لها معان من هاد الكريمة هادي نحرك جيدا حسب الدوب الزبدة سوف نحتاج ايضا بسكويت الشاي 350 جرام من البسكويت ممكن تستعملوا اي نوعية متوفرة عندكم نقصر البسكويت بشكل عشوائي على هات الشكل هذا كيف كتشوفوا صفي من بعد مكسرت الكيمية اللي عندي كاملة نضيف عليها الخالط اللي حضرت معاكم نحاول انني نخلط جيدا بحية تلبس كويت كامل تلبس بهذا الخالط او ذيك الكريمة من بعد ناخد القالب اللي غادي نحضر فيه الكيك انا اخصار ريس قالب اللي كيت تفسح من الجوانب على هات الشكل هذا نصب الخالط دي البسكويت في القالب نضغط عليه جيدا سنحصل على طبقة اولى القياس دي لهاد القالب 24 سنتي نحاول انني نضغط عليه جيدا نستعنس بهذا الملعقة ندخل القالب للتلاجة وندوز باش نحضر معاكم الطبقة الثانية 800 ملي لتر من الحليب السائل تقريبا لتر حليب لنقسم النوكاس نضيف عليه ثلاث ملاعق كبيرة من السكر ممكن نضيفه اكثر السكر كيبقى حسب الرغبة نضيف الفانيليا او السكر الفاني ما يعادل 7.5 جرام ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الابيض نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من النشا او ميزينة نخلط المكونة جيدا على البارد هذه المرحلة مهمة جدا قبل ما نوضع الإناء على النار من بعد نوضع الإناء على النار تكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى يتقال الخالط حتى نحصل على خالط كريمي من بعد نضيف علبة من القشطة العلبة كتوزن 125 ملي هاد القشطة كتبقى اختيارية ممكن تستغنو عليها إلا ما كانش متوفرة عندكم لكن إلا كانت متوفرة كتعطي واحد القوام هائل لهاد الكريمة هادي حركت المكونات جيدا من بعد نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة كيف قلت لكم من قبل الزبدة كتعطي لمعان هاد الكريمة انا طفيت على النار مباشرة غادي نصب الخالط فوق طبقة دي لبس كويت انا استعنت بهاد الملعقة باش متشكلوش لحفر صبيت الخالط على شكل طبقة ثانية وغادي نخليه جانبا حتى تتمسك هالطبقة الثانية ممكن دخله التلاجة بلي ما حضرنا القانج او الطبقة الثالثة اللي غادي نحتاج فيها ميتين وخمسين ملي من الكريمة السائلة وميتين وخمسين جرام من الشوكولاتة السوداء اللي وضعتهم على نار متوسطة مع التحريك المستمر حسده بالشوكولاتة إلا ما كانتش عندكم الكريمة السائلة ممكن تعودوها بالحليب نحرق جيدا حسده بالشوكولاتة كيف كتشوفو نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة نحرق جيدا حسده بالزبدة ونضيف قطرات من الفانيلي السائلة نحرق جيدا أنا طفيت على النار مباشرة غادي نصب الخالط فوق الطبقة الثانية اللي تماسكت ونوزعه بالملعقة حسد نحصل على طبقة ثالثة على هات الشكل هذا من بعد ندخل القالب للتلاجة لمدة أربع ساعات حتى يفرد الكيك ونعود نرجع معكم هذا هو الشكل دي الكيك من بعد ما خرجتم التلاجة زولتم القالب سنقطعه قدامكم يجي الشكل دياله على شكل ثلاث طبقات كيك من أسهل وألد ما يكون مكونة بسيطة متواجدة في كل بيت من بعد غادي نزينه من الفوق بالقليل من البسكويت اللي كسرته ممكن تخليه على هات الشكل هذا بدون تزين يجي الشكل دياله جميل هذا هو الشكل النهائي دي الكيك دياليوم كيف كتشوفه كيك رائع أنا غدي نهز واحد القطعة باش تشوفوا الشكل كيف عامل من الداخل يجي الشكل دياله جميل جدا والمضاق يا سلام كيك يستحق تجربة أنا مأكدة إلي جربتوا الكيك دياليوم غدي يعجبكم بزاف لأنه فعلا يستحق التجربة مضاق لا يقاوم إلي عجبكم في فيديو دياليوم ما تنسوش عملوا اشتراك للقناة ديالي والضغط على الجرس باش وصلكم لجديد ديالي واسبرتاجيوه مع أصدقائكم لتعم الفائضة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله اشتركوا في القناة